السلام عليكم أعزائي المشاهدين ومرحبا بكم في قناة أبو زكريا ما هي البرامج المستعملة؟ وكيف نستعملها؟ هل هي مجانية؟ هل يمكن استعمالها على الهاتف النقال؟ هل يجب إتقان جميع هذه البرامج؟ هذه بعض الأسئلة التي وصلتنا عبر الرسائل والتعليقات ووجب علينا الإجابة عنها مع توضيح سير العمل بين البرامج قبل الخوض في التفاصيل التي سنتطرق إليها لاحقا بإذن الله قبل أن نبدأ لا تنسوا دعمنا بالاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم منا كل جديد أعزائي المشاهدين أهلا بكم مجددا دون مزيد من الانتظار دعونا نجيب على أسئلتكم ما هي البرامج المستعملة؟ نحن نستعمل تقريبا كل برامج أدوبي كرياتيف كلاود أما التي يتم استعمالها لإنتاج فيديوهات زكرية فيمكن اختصارها إلى ما يلي Illustrator للرسوم المتجهة والتوضيحات After Effects للمؤثرات البصرية والرسوم المتحركة السينمائية Animate للرسومات المتحركة التفاعلية والمعروف سابقا بFlash Professional Audition لتسجيل الصوت مسجه واسترداده هل هي مجانية؟ لقد لفت انتباهنا تعليق مهم جدا وجب علينا التعقيب ليستفيد منه الجميع حيث قال صديقنا ووتش أتمنى أن توضح أن هذه البرامج ليست مجانية فكثير يتساهلون في أخذ حقوق الشركات التي توفر البرامج ويبخصون حقوقهم بتحميل نسخ غير قانونية للبرامج لكي يحصلوا عليها مجانا وهذا شيء لا يليق بأخلاق الأمة الإسلامية نشكرك على المبادرة الطيبة وبالتأكيد سوف يستفيد منها الكثير بارك الله في وقتكم وجهودكم شكرا للأخ الكريم على هذا التعليق نحن نوافقه في الأمر تماما ومن المهم عدم التساهل في حقوق الشركات الموفرة للبرامج انطلاقا من هذا التعقيب يمكنكم أحباء زيارة موقع الضوبي لمعرفة الأسعار مع العلم أنه هناك أسعار مميزة للطلاب والمعلمين لكن قبل اتخاذ أي قرار ننصحكم بتحميل التطبيق بفترة التجربة المجانية وعدم اتخاذ أي قرار قبل التأكد من استعدادكم وعلموا أعزاء المشاهدين أن إتقان أي برنامج من برامج الضوبي يساوي فرصة عمل لكونها برامج محترفة مستعملة في العديد من المجالات من الصعب جدا استعمال الموبايل لعمل معقد مثل الرسوم المتحركة ولا توجد نسخة كاملة للبرامج التي نستعملها بل هناك برامج مبسطة لتحرير الصور والفيديوهات الملتقطة بالهاتف هل يجب إتقان جميع هذه البرامج؟ يمكن إتقان برنامج واحد والاستعانة بالبرامج الأخرى للحاجة كما يمكنكم إنتاج فيديو كامل باستعمال الضوبي أنيميت فقط أو الضوبي أفتر إفكس وإن كنت مهتما بالتصميم فيكفيك إتقان إلستريتر أو إكس دي إن كنت تريد الإختصاص في تصميم المواقع والتطبيقات بعد الإجابة على جميع أسئلاتكم دعونا نتطرق إلى سير العمل وكيفية استعمالنا للبرامج المذكورة باختصار شديد نرسم الشخصيات مع جميع تعابير الوجه وحركات الفم وكذلك الخلفيات والعناصر المختلفة في المشهد على برنامج إلستريتر ثم ننقل الشخصيات إلى برنامج أنيميت ونقوم بتحريكها حسب المشهد المطلوب نركب الشخصيات والخلفيات مع إضافة المؤثرات البصرية والصوتية باستعمال أفتر إفكس نسجل الصوت مع المزج والإسترداد باستعمال أدوبي أوديشن نتمنى أعزاء المشاهدين أنكم استفدتم من مقطع اليوم ونعيدكم بالخوض في التفاصيل في المقاطع القادمة إن شاء الله كما سنتطرق إلى نصائح ما قبل وما بعد فتح قناتكم الخاصة فلا تنسوا دعمنا باللايكات والاشتراكات لو تكرمتم ودمتم في رعاية الله وحفظه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر